من زنب غير الله يغني أو يدور فساك في الدارين سوك الدل ودور من زنب غير الله يغني أو يدور فساك في الدارين سوك الدل ودور سيد السفير مرحبا بكم مرة أخرى في طوبة ومرحبا بكم في حرم هذا المسجد الجامع مسجد طول مركزي ومرحبا بكم في ترحيب سيد الإمام السنين العافية الذي هو رئيس الفريق المتطوع في الإسراف على هذا المسجد بمختلف جوانبها الاجتماعية والدينية والثقافية والمسب على كل هذه البرامن في المسجد الحمد لله معه فريق اسمه مقادم القنوة يقومون بجهود مشكورة في المحافظة على نظاف المسجد والتنسيم الداخلي في المسجد والإسراف على مواعيدي بفتار كما تعرفون في شهر رمضان يوميا هناك ألاف الأشخاص يفترون هنا في هذا المسجد مجانا وكذلك يحيو فيها الملود النبوي كما أنه في أيام المقال والاحتفال بذكره في شهر خليم يوميا هناك حلقات ذكره وقراءة القرآن وهذا تجمعهم الذين يشرفون على هذه الأمور بإلافة الإسرافهم على بيوتات ديافة كل الذين يترون في بيوتات ديافة هناك أربع بيوتات ديافة ديوف الطوبة وهذه المجموعة هم الذين يشرفون على هذه المجموعة وهو المنسيق العام لهذه المجموعة إذن باسمه نرحب بكم في هذا المسجد وهو أيضا فريحا جدا لما سمع بقرومكم لأنه يعرف الألاقات القديمة منذ 30 سنة بين الأزهر الشريف وبين طوبة أبر الشيخ محمد المتدامبكي بن خارم الرسول إذن مرحبا بكم صحب نوتكم الكريمة إن شاء الله تتكلمون وتقدمون الوافق المقادم ورافق لكم ورافق لكم أعطاق من جميعنا في اليوم Patron والسزياد ممتع يرهد الأسرى ربما يوجد بسيارة بنفس الاجتماع في بخير عندنا تعود إلى المنزل في تلك الواقع سنواري يمجد أن نعرف أن تتعلم بشيارة وملغتها ومع ذلك كبيرا لا يبدو أن有 فيديو من أمس تحرق كما ترون من أجل فاستم بشراره كبيرا العديد لأرسل وخاتلع الأمدية من ذلك الوقت يتبع للحديث في تشاهد المصادر ومن المطاقر بإطافة الوقت وكامل العثور في Milton ونشاء الهدفة ومسيطاتهم ومن ثمن شخص كانت المتطري ومن ثم ونشاء الهدفة ونشاء الهدفة ونشاء الله ونشاء الله ونشاء الله ونشاء الله شكرا للمشاهدة شكرا جزيلا على استقبالكم وحفاوة الاستقبال شكرا على استقبالك لنا في هذا المسجد وتشرفنا بزيارته وشكرا على حفاوة الاستقبال وشعرنا فعلا بأننا بين أخواتنا وأننا فعلا في بلدنا الثاني السنغال قدمت إلى توبة ومعي وفد من زميلي في السفارة القنصل ورئيس البعثة الأزهرية وممثل وزارة الأوقاف وطبعا المبعوث الأزهر هنا في توبة هو الوحيد الذي يتواجد حاليا ضمن مجموعة من تسعة ذهبوا إلى أجازة وسوف يعودون إن شاء الله مع بداية التعامل الدراسي ساعدت جدا اليوم بزيارة الجامعة منارة العلم في هذه المدينة الطيبة ومكتبة الملحقة بهذا المسجد والتي طلعنا فيها على مخطوطات وكتابات الشيخ أحمد بمبا ساعدت جدا أن أقرأها وأرى نصائحه وشعرت فعلا أن كم هو كان رجل عدم وراجل صالح يرشد الأمة وينظر إلى المستقبل سابق عصره فكل ما ذكره أو ما ذكره في كتابه منذ أكثر من مائة عام ينطبق علينا حاليا من تعاليمه ساعداء جدا بالتواجد معكم وشكرا على هذا الاستقبال شكرا جزيلا حسني تحب تقول لا تضيف حاجة باسم الأزهر نحن سعداء لأننا متواجدين كما يقولون السنغال هو المصري الأسود فنحن لا نجد فرقا ولله ذر القائل يقول كانت مساءلة الركبان تخبرنا عنكم أطيب الخبر فلا والله ما سمعت أذني بأحلى مما رأى بصري فنحن رأينا يعني أناسا مضيفين كرماء سعدنا بكم وجئنا لنعزز العلاقة مرة ثانية ونقويها ونؤكد على متانتها ولنا مطالب منكم يعني إبراز دور الأزهر في طوبة خاصة وفي السنغال العامة وتقديمه للجمهور لأن قليل جدا يعني يبدو الاعتراف بالبعثة الأزهرية في محيط العمل فقط أنتم تملكون الإعلام وتملكون الصحافة فنرجو يعني التركيز على هذا الدور وإبراز دور البيئة الأزهرية من خلال الإعلام وأيضا إفساح المجال الدعوي ولا سيما نحن القواسم المشتركة بيننا كثير فإفساح ولو بندوى عامة في مسجد أو درس شهري في اللقاءات العامة في مواسم الخير كالمولي النبوي أو الإسراء والمعراج أو في شهر رمضان أو عاشراء أي احتفال من هذه الاحتفالات الموسمية نرجو أن يكون للأزهر بصمة ودور في هذا ونحن نعلن كافة الاستعدادات لمثل هذا وما جئنا إلا لهذا فنحن نرجو الاستفادة مننا قدر الإمكان وكلنا لا يألو جهدا ولا يقصر في تعزيز هذا التعاون بينكم نحن نعلم أننا بين أهلنا ونرجو أن يفسح لنا المجال أكثر وأكثر إن شاء الله وهذا دور مصر تعامل للجميع كالأم يعني تعطي للجميع فنرجو أيضا ذكر مصر في دعائكم وسجودكم بالدعاء وفتح مجالات للتعاون كلما اتسع المجال هذا يعني يسعدنا أكثر وجزاكم الله خير أعدت طالب بيننا وكل مننا يعرف أن المسريون إخواننا وإننا لك الحل في مدارة العلم جرى بيننا علاقة علاقة قديمة جيدة وقوية حضركوا معنا يجدد أن يؤكد العلاقات بيننا إن شاء الله هذا نعم كما ذننت ولكن يعرفه الكل في طوى ذننت ذلك ولكن يعرفه الكل نعم في طوى يعرفه كل كل يعرف ويعطرف كل 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 يعرفه ويعطرف دوركم في هذا ندعوكم للحضر معنا في الموليد ربما أخونا محاضر أو نعم 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 يعني معنا الدكتور عبد الحميد دكتور حمادة كل محاصرين عن الدكتور دكتور محمد فراهيش معنا كثير يعني يحصل على عملنا في مصر أصلا في الدعوة والمساجد ودور التعليم نريد منكم أن تعظموا الاستفادة من تتواجدوا هذه مع حوالي سوعة واحدة مع عدد كبير أيضا نعم أكبر دور الربعوصين على مستوى العالم من الأزهر الشيخ وأن تعظموا الاستفادة منهم وهذا واجبهم وهذا ما كلفهم به شيخ الأزهر قبل أن يأتوا إلى السنغالي وهم كما تعلمون يتم اختيارهم بموجب اختبارات صعبة للغاية حتى يتمكنوا من الحضور هنا إلى السنغالي صلى معنا في عشرة الإسافة في الجامع مش خلال الشيخ بالفاضل أكثر من خمسين سنة فإذاً علاقة بيننا علاقة وطيرة وجل علماع جل النشر هل تعلمون هناك؟ نعم نعم أدرّو والنفر من الرحماني لايسا من البداني والسلطاني أدرّو والنفر من الجباري لايسا من الفجاري والأبراري أدرّو والنفر من الوحّابي